يعود للحياة من جديد نفق ساحة التحرير ومرافقه الخدمية يشهد حملة موسعة من قبل الشباب المتظاهر لإعادة إعماره وتأهيله ما عجزت عنه الحكومة ومؤسساتها الخدمية في إعادة افتتاح هذا المرفق الحيوي تحت نصب الحرية وسط العاصمة بغداد كان سهل على شباب المتطوعين في بث الحياة إليه مرة أخرى لما ترى هاي الانتفاضة اللي قام بها الشباب أو الشعب العراقي اللي هو انتفاض بيه لأجل عادة الحياة وهذا ما يدول لأنه نريد الحياة بالمثل ما أشوف أنت يعني هذا كان حتى ما أحد يمر به ما أحد ينزل به كان مهمل ويعني حتى خطورة به الآن أصبح رجعت للحياة وما أشوف الناس تتنزه به تفتر به لعجلة الدولة أن نسويه خلال 16 سنة هذا النفق صالح قد مزدود الشباب ما شاء الله هدى الشوف من فنانين من الرسامين حتى عازفين موجودين من غير اللي دين نظفون حتى يعكسون في الصورة حضارية للمجتمع حملة ابتدأت بالتنظيف والتأهيل والرسمية على الجدران بعد ترميمها وجمع النفايات المتكدسة في ممرات النفق وتنظيف حدائقه وتزينها بالورود كخطوة لاحقة نحن نجيب أدواتنا الخاصة والصبغ اللي نحتاجه ونصبغ بي يعني يعني سبقها مرسمنا مطعم التركي خارطة العراق وجوه النفق هم رسمنا وإسه هذا المكان لقينا بي يعني حيط متوفر فنصبغه ونجي نرسم عليه كل النفق يعني حسب الرسامين متوفرين يعني باحة كانوا أكثر اليوم شوية عدد قليل بس دي يجون يعني يجون متأخرين بس يصبغون وكلناس يعني دي ينظفون هاي الأماكن ووخرون أيضا الكتابات الموجودة كنا متعاونين هنا دي نظف وده نصبغ حتى المكان يصير أحلى يعني حتى المظاهر من يجي يصير بعد واسس أكثر يبقى وما يضوج لأن ها والله المكان وصق ها والله المكان محلو وكانت ظروف يعني هوايس هدى هاي الأماكن وهي سجل وقت ان تفتح من جديد كان محافظات باتشر اذا اروح لأهلي وارجع لهذا المكان اشوفها نظيف اظلف تخرب هذا المكان نظيف ليش لاني يعني بصمة اللي شانت بهذا المكان بصمة كانت اللي نظف ويت عمارت بي باتشر من اروح لأهلي اقيرمان مكان طب ويت بي نظفته على نطاق واسع من ساحة التحريض وما يجاورها من مباني واماكن مهملة طيلة السنوات الماضية تتواجد حملات الاعمار والتأهيل بأياد جيل يتمدد جناح حريته كلما زاد التضييق عليه من بغضا جبر جمال قناة رشيد الفضائية